اشتركوا في القناة ومحاكاة الآخر فيه كبير ده اللي دفعني أطلق عليه اسم الإلحاد الصفصطائي وقسمته إلى عدد من الأنواع تبعاً للشباب اللي جالستهم وقرب 18 أو 20 نوع من الإلحاد هنبدأ عدد من اللقاءات بلقاءنا النهاردة نطرح فيه هذه الأنواع أول نوع أنا بسميه الإلحاد الصبياني الإلحاد الصبياني كنت في صبايا أتباهى أمام أصدقائي وأقول لهم عشان أباين أننا دي فكر مختلف إذا كان الله قد خلق الخلق وخلقنا فمن خلق الله وأنا بقرأ في كتاب رحلتي من شك إلى الإيمان لدكتور مصفحة الحون لقد بيطرح نفس الطرح يقول في صبايا كنت أفعل كذا وكذا وكذا فده اللي خلاني أسميه الإلحاد الصبياني هذا الإلحاد بالرغم من أنه صبياني ممكن يقوله كبار يعني ريتشارد دوكنز بنى كتابه وهم الإله حول هذه القضية برغم من أن هذه القضية قد قتلت بحثا واترد عليها عند الفلاسفة وعند المتدينين وكل حب مننا يجد عشرات المراجع اللي بتاع لهذه القضية ببساطة وبوضوح مصطفى محمود عبر عن قضية ببساطة شديدة وقال خطأي في هذه المرحلة أني قد جعلت من الخالق مخلوقا أنا بكلم على الخالق الأول فقل من خلق الخالق الأول؟ ده يبقى تخلف عقلي بس أنا مقدرش أتصور شاب يقول لي موجود لا موجد له أقول لك حق ولا أنا أتصور موجود لا موجد له ولكن القضية مش قضية التصور دي قضية تعقل وفرق بين التصور والتعقل حتما التفكير أو العقل يقول أن هناك سبب أول الموجودات هذا موجود خلقه موجود آخر خلقه موجود أعلى لا بد أن تصل إلى سبب أول ده اللي بيسمونه في علم الكلام التسلسل يمتنع التسلسل إلى مالا نهاية يمتنع وحكاية أن شيء لا يتصور لكن يتعقل أثبتته فيزياء الكوانتم مؤخرا يعني المفهوم بتاع الكوانتم أن الجسيم تحت الذري يمكن أن يوجد في مكانين في وقت واحد أو ده أمر لا أتصور ولكن حتما ورغما عني أتعقله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر